أهم 15 خبر صاروا الأسبوع الماضي ملخص أخبار أسبوعي مثل ما عودتكم بنهاية الأسبوع اللي رقم 48 معي أنا عبدالهادي من ألمانيا هتعرفوا كل التفاصيل بشكل سريع ومختصر ناخد شفة قهوة ونبلش بالخبر رقم 1 أهم خبر الأسبوع الماضي اللي صار هو القبض على مجموعة ما يقارب عدده 25 شخص كانوا عم يحاولوا يقلبوا نظام الحكم للنظام الحالي ويرجعوا للسابق عهده نظام إمبراطوري مثل ما كان قبل الحرب العالمية الثانية ومن أهم الأشخاص اللي تم القبض عليهم هو شخص مسمي حاله أو يدعى عليه هاينريش الثايف عشر الأمبراطور هاينريش وكمان كان بضمن المجموعة قادة سياسيين وعسكريين بالجيش الألماني سابقا وهذا كان أهم خبر رقم 2 ارتفاء عداد الأطفال المصابين بفيروس RSV بأغلب المدارس وأغلب الروضات وحتى الأطفال الرضع وحاليا المشافي تحت طغط كتير كبير لمحاولة معالجة هذول الأطفال وتقديم الرعاية والعناية المناسبة لهم ومثل ما حكيت الأسبوع الماضي لحد هاي اللحظة بمدرسة بنتي الكبيرة بصف واحد فقد لا غير في عندك 16 ولد غيبين من أصل 30 ولد وهي نحن عم نحكي على نطاق مدرسة واحدة وصف واحد فتخيل كميات الكبيرة بأغلب المدارس الألمانية والنقص الكتير كبير الموجود بضمن الطلاب بسبب هذا الفيروس رقم ثلاثة زاكسن أنهالت ومقاطعة البايرن لغوا ارتداء الكمامات وإلزامية ارتداء الكمامات بداخل المواصلات العامة القريبة وكان الاجتماع السابق لوزراء الصحة يلي انعقد بضمن هذا الأسبوع عم يتناقشوا كمان على إلغاء الحج الصحي للأشخاص المصابين بفيروس الكورونا بضمن شروط معينة لأنه أغلب الناس صار عنده مناعه وتقريبا جاوزت ألمانيا هاي المحنة وكان المفروض تلتغى لإلزامية ارتداء الكمابي بأغلب المقاطعات بس هدول المقاطعتين قرروا بشكل فردي زاكسن أنهالت ومقاطعة بايرن رقم أربعة أما كرت المقاطعات اللي اسمه كرت 49 تم الاتفاق أيضا مع الاتحاد الأوروبي حول نقطة هذا الكرت اللي هو حيكون شغال ابتداءا من 1.4 أو 1.5 بالكتير يعني حاليا هاي النية لا يشتغل هذا الكرت لأنه وصلوا باتفاق مع أغلب الشركات المشغلة للمواصلات بألمانيا هون نحن عم نحكي عن اتفاق المادي نوع الدعم اللي هنا نحيقد مولونيا خمسة بقانون عام صار مفروض على كل الشركات الألمانية أي شخص أربايت قيبة يعتبر صار هو مفروض من قبل محكمة العمل أنه يسجل أوقات الدوام للموظفين الموجودين عنده بالطريقة هاي اللي بدوا إياها في طريقة البطاقات الأديمة في طريقة التسجيل على الورق أو طريقة التسجيل الإلكترونية المهم يتسجل أوقات العمل للموظفين دخولهم وخروجهم مثل عنا مثلا أنا بشغلي السابق المحاسبة فكان الفايت فايت والطالع طالع ما يتسجل أبدا أوقات العمل لعالم كله بتجي ساعة 8 والعالم كله بتمشي الساعة 5 فهلأ صار ملزم كل أربايت قيبة أنه يسجل أوقات عمل للموظفين ويقدم لهم طريقة لتسجيل أوقات العمل رقم ستة توقيع اتفاقية مع الهند حول استقدام الأشخاص المؤهلين للعمل والدراسة بألمانيا وتسهيل أمور كمان أنه يلا يقاوس بلدوا بألمانيا وتقديم تسهيلات من قبل السفارات الموجودة بالهند لكي يسهلوا استقدام العمالة المتخصصة اللي هي ألمانيا ناقصة لأنه في نقص كتير بالعمالة حاليا الموجودة بألمانيا بمختلف المجالات ما بتسمع مجال إلا بيقلك فيه نقص أشخاص متخصصين بهذا المجال فهلأ حاليا أكبر وأهم اتفاقية حصلت بين ألمانيا والهند حول استقدام الأشخاص المؤهلين للعمل وتسهيل كمان للأشخاص حاملية الجنسية الهندية الموجودين بالهند إذا بدن يجوا يدرسوا بألمانيا جامعة أو أوسميد باختصاصات معينة طبعا رقم سبعة في اقتراح بزيارة حوافز وبونوس للمعلمين الموجودين بالمدارس الألمانية بسبب نقص كمان العمالة الموجودة بضمن هذا المجال ونقص المدرسين والأسادزة على مستوى ألمانيا في ذلك المقترح الحالي أنه يجرعوا ويعطوا أهمية لهذا العمل من خلال حوافز ومن خلال ميزات خاصة فيهم حيتم طرحها بخلال الأسابيع القادمة للنقاش رقم تماني دخول كرواتيا منطقة الشنغن ورفض بلغاريا ورومانيا حيث كامل مخطط أنه تفوت هل ثلاث دول سواء على منطقة الشنغن مشان يصير أهمية لدول شرق أوروبا وخاصة بلغاريا ورومانيا بس حاليا تمت الموافقة فقط على كرواتيا بداية سنة الجديدة مقترح من وزيرة العمل الألمانية اللي لقى انتقادات كتير كبيرة حول رفع ساعات العمل بألمانيا من 8 ساعات للـ 12 ساعة إنه ممكن الشخص يصل ساعات عمله للـ 12 ساعة وهذا جدا طبيعي بخلاف دول عم تساوي ساعات العمل من 8 ساعات لـ 6 ساعات أو عم تنزل أيام عمل الأسبوع من 5 إلى 4 هاي الوزيرة اقترحت إنه تزيد ساعات العمل من 8 إلى 12 ولقى انتقادات كتير كبيرة من أغلب السياسيين الموجودين وأيضا من الشعب إنه بديك تشغلي العالم 12 ساعة ليش؟ فهي كان جوابه إنه نحن عنا نقص كتير كبير بأغلب المجالات فيذلك نحن بحاجة يد عاملة إضافية وهذا الشي أنا برأيي الشخصي غير وارد أبدا وما حيتطبق أبدا إنه تصير 12 ساعة تعمل بألمانيا غير منطقية وأيضا طبيعة الشعب ما بيتحمل إنك أنت تقوله روح يشتغل 12 ساعة هون نحن ما عم نحكي عن الأتراك على سبيل المثال بيشتغلوا 12 و 14 ساعة ما عدون المشكلة نحن عم نحكي عن الشعب الألماني اللي بيحب ساعة 7 بالكتير أو 8 يكون ببيته شعن ينام ويفيق تاني نهار ويبلش توله عشرة بخلال مؤتمر الإسلامي اللي صار الأسبوع الماضي بألمانيا اقترحت وزيرة الداخلية إنه لما يكون عنا نحن حاجة لأأمة ليأموا الجوامع اللي موجودة بألمانيا ما نروح نجيب أأمة من خارج ألمانيا لازم يكون في هون نظام تعليمي لأأمة الموجودين بألمانيا إنه يتخرج الواحد كأوس بلدونغ من هون أو دراسة معينة ما سميت شو هو الأوس بلدونغ أو دراسة أو جامعة بس إنه المهم يكون الشخص عايش هون وعرفان عادات هون وتقاليد هون وعرفان المجتمع اللي هو عم يكون إيمام فيه ليش لنحن بوقت بنحتاج إيمام مثل المنظمات التركية بتروح بتجيب أأمة من تركيا ممكن ما يكون عندهم علم حول المجتمع الألماني في ذلك هذا كان مقترح وبيان من ضمن المؤتمر اللي صار الأسبوع الماضي بقم 11 بالنسبة لموضوع الشراء بالبارغيلد 10.000 يورو وافق الاتحاد الأوروبي على هاي النقطة مع عدد ألمانيا كانت معارضة لأنه هذا القانون حيكون على كل دول الاتحاد الأوروبي وليس فقط على ألمانيا بس أنا برأي شخصي حيطبع عما قريب مشان موضوع التهرب الضريبي ومحاربة العصابات ومحاربة المافيا وهي الأصاص فحيتم رفع الحد الأقصى للشراء بالبارغيلد هو 10.000 يورو ولسه عم يتناقشوا فيه حتى يوافقوا كل دول الاتحاد الأوروبي ومنهم ألمانيا نحن بنعرف أنه خط التهريب تبع بيلاروسيا وبولندا كان الفترة الماضية شغال ونشط كتير في ذلك تمت مداهمة أكتر من مكان ومنهم برلين ومسكوا عصابة مؤلفة من أشخاص من الجنسية العراقية والجنسية السورية مهمتهم تهريب البشر من هاي الدول على ألمانيا ومثل ما أريت أنا بتوقع مسكوا أربع أو خمس أشخاص من حاملين الجنسيتين اللي احنا حكينا عنهم الخبر اللي بعده قبل بيومين يعني 8-12 تم تجريب صفارات الإنزار بكل ألمانيا عن طريق الراديو عن طريق الموبايل وحتى العالم انفلجت ومنهم أنا لأنه أنا كنت مفكر هيصار رسالة فقط لغير تنبيهية بسيطة SMS بكل بساطة هتجي على الموبايل مشان تقولك أنه هيشتغل الإنزار ساعة 11 قام كل العالم انفلجت العالمي كانت نايمة بشغلة حتى لو كان الموبايل صامت فتلقيت إنزار جداً قوي ونبهوا العالم إذا لا صمح الله صار أي شيء بألمانيا حيصير الإنزار بهذه الطريقة التلفزيون الراديو الأصوات وأيضاً الموبايل وأنا فعلا انفلجت لأنه أنا كنت بقلب السيارة عم سوق وبدي أرجع أناريا مشان غير اتجاهي فما لقيت غير هذا الصوت طلع ففكرت أنه السيارة فيه شيء بعدين لمسكت الموبايل لعرفت شو هذا الصوت وكتير ناس انفلجت بأدو الطرق مختلفة وهنا نعتبروا أنه هاي الطريقة أنجح طريقة إذا هن بدون يخبروا العالم إذا فيه أي شيء غير عام أما الخبر الأخير اللي حنختم فيه هذا الإسبوع للأسف خبر محزن فيه شخص أريتيري جنسية هجم على بنتين وهن على طريق المدرسة وللأسف بعد هذا الهجوم اللي هن تعرضوا له بنت توفت وبنت حالياً بداخل المشفى عم تطلقى العلاج وهذا الشخص ألقي القبض عليه حتى فيه أكثر من شخص كانوا موجودين معه بداخل المنزل ومسكون وبعدين أفرج عنه لأنه هن مألوا أي علاقة بالقصة وطلع بس هذا هو الشخص المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم بس الخبر المحزن الآخر أنه فيه شخص من الأشخاص اللي تم اعتقالهم هو مألوا أي علاقة بالقصة بعد ما أفرجت عليه الشرطة انتحار الله يرحم الجميل الله يعافي البنات وإن شاء الله ما أحداً يتعرض لهذا الموقف أبداً لأنه موقف جداً صعب الله يرحمه والله يفرد هن الأول شي ما حقوا عن جنسية الفاعل بس بعدين من ضمن الانتقادات اللي كانت عليهم أنه أنتوا ليش ما ذكرتوا لهلأ جنسية الفاعل حقوا بعدين أنه هو إريتيري الجنسية بغض النظر عن جنسيته ما إلى علاقة الجنسية بتصرف الشخص فهذا لا يمثل الشعب الإريتيري مثل إذا لا سمح الله صار جريمة من قبل شخص سوري أو أي شخص آخر أو أي جنسية أخرى فهذا الشيء لا يمثل الجنسية كلها بل يمثل الشخص بحد ذات هاي أهم فكرة لازم نحن دائماً ننبه عليها لأنه أي جنسية معرضة أنه يكون من ضمنه في مجرمين وفي ناس بتساوي شغلات سيئة وبهذه الحالة مكون وصلنا لنهاية الفيديو ملقص لأهم 15 خبر صاروا لسبوع الماضي إن شاء الله تضلوا بكل صحة وعافية ديروا بالكونا بعض حبوا بعض ولا زعلوا بعض كان معكم الأمام على سعب لهادي وهلا حالكم السلام عليكم